كرم رئيس عبد الفتاح سيسيا عددا من النماذج الملهمة في العمل الأهلي والتطوعي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمت قائمة المكرمين أنيسة حسونة والتي تعد أحد أيقونات العمل التطوعي والخيري في مصر والتي توفاها الله قبل توقعها مثاقة تشين التحالف بنحو ست ساعات وتم اختيارها سفيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر